بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله برقية تهنية أو برقية تعزية وموسى إلى أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها جلالته عن خالص تعزيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف حافلة تقل عددا من الأقباط في محافظة ألمينيا بصعيد مصر والذي أسفر عن سقوط عشرات من الضحايا والمصابين وأكد عاهل البلاد المفدى في برقية التعزية استنكار مملكة البحرين وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإرهابية المجرمة التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار البلد الشقيقة التي يرفضها المجتمع الدولي وتتنافى مع كافة الشرائع السماوية والقيم الإنسانية مؤكدا جلالته موقف المملكة الثابتة في رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ووقوفها مع المجتمع الدولي لمحاربته وتجفيف منابعه متمنيا جلالته من المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمنع المصابين بسرعة الشفاء اشتركوا في القناة